متابعي القناة مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ما تنسى اجدامنا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس بيش توصلكم كل الاخبار الجديدة والحصرية منزلنا في مستجدات عملية هروب خمسة ارهابيين من سجن المرنقية ان اعلنت صباحا يوم الثلاثاء وزارة الداخلية ان خمسة عناصر ارهابية فروا فجرة يوم الثلاثاء من السجن المدني بالمرنقية وهم احمد الملك المكنة بالصومالي وعامر البلعزي ورائد التويتي وعالاء الغزواني ونادر الغانمي يذكر ان هؤلاء مورطون في عملية ارهابية خطيرة جدا منها جريمتي اغتيال الشهدين محمد الابراهمي في 25 جولي 2013 كذلك الشهيد شكري بالعيد في 6 فيفر 2013 يشار الى ان السومالي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 24 عام بعد اداناته في احداث رواد التي تعود الى فيفري 2014 عندما عمدت مجموعة ارهابية متحصنة داخل منزل في الجهة الى الاشتباك المسلح مع قوات الامن الوطني اسفرت عن مقتل سبع ارهابيين من بينهم الارهاب الخطير كمال القذقاضي الذي تورط في اغتيال الشهيد شكري بالعيد وادينا في الاحداث نفسها اربع اخرين الاول بثلاث سنوات الثاني بسبع سنوات الثالث بثماني سنوات اضافة الى الحكم بسنتي سجن ضد متهم كان في حالة سراح من اجل عدم الاشعار ويذكر ان السومالي موجود على قائمة المتهمين الرئيسين في اغتيال السياسي الشهيد محمد الابراهمي في 25 جولي 2013 امام منزله بجهة تحي لغزيلة من ولاية ارينا بعد هذه الفضيحة اللي شهدها اليوم سجن المرنقية قرارات واوامر وزارية عاجلة جدا اين اعلنت وزارة الداخلية في بلاغ مقتضب مساء اليوم الثلاثاء 3 اكتوبر 2023 انه تقرر انهاء مهام كل من المدير العام للمصالح المختصة المدير المركزي للاستعلامات العامة التابعين للادارة العامة للامن الوطني دون اضاحة الاسباب كذلك منذ قليل صرحة الناتق الرسمي باسم الهيئة العامة لسجن والاسلح رمزي الكوكي بان وزيرة العدل ليلى جفال اصدرت قرار عاجل باجراء الابحاث الادارية المعمقة وتحديد المسئوليات اثرى فرار خمسة ارهابين من سجن المرنقية كذلك انهاء مهام مدير السجن المدني بالمرنقية وعلق الخبير الامني السابق علي الزرمديني في مدخلة هاتفية مع برنامج ميديماد اليوم الثلاثة 31 اكتوبر 2023 على عملية فرار خمسة عناصر خطيرة تتعلق بهم قضايا ذات سبغة ارهابية من السجن المدني بالمرنقية واكد الزرمديني ان السجن المرنقية من اكثر السجون تحسينا في تونس مشيرا الى ان عملية الفرار لم تأتي من فراخ بل هي في اتار ثغرة امنية قد تظهر تواطئ فعلي وحقيقي من بعض الاطراف داخل السجن والتابع انه لم يحدث ابدا في تاريخ سجون تونس تزيل عملية فرار من السجن عدا عملية وحيدة لما فر السياسي والنقاب الراحل احمد بن صالح كما افاد ان العقيدة التي يقوم عليها الارهاب الى جانب القتال هي اخلاء السجون واطليق صراحة المساجين في اتار الحرب النفسية مبينا ان الوضع دقيق وخطير جدا في اتار نتائج التحقيق وفق قوله ترجمة نانسي قنقر